موضوع ميدو بأدمه تقيل قوي احنا بنتكلم في ميدو من يناير اللي فات ميدو ما بين اصابة في الخلفية اصابة في الامامية اصابة في عضلات البطن اصابة في الظهر وزن زائد بعد عن التدريبات لمدة شهرين لعلاج الوزن عودة ومازال الوزن زائد عودة للتدريبات غياب رزاء عودة للاصابة برد لميدو الوزن ما زال زائدا مش عارف اقول ايه انا شخصيا حزين لما وصل اليه احمد حسام ميدو افضل محترف في تاريخ مصر وافضل لاعب في اندية عالمية لم يصل لها اي لاعب مصري ورغم كده ميدو حتى الان بعد مرور اكثر من عام ونصف تقريبا عام وثلاث شهور لم يستطع ميدو العودة والعودة بقوة مع نادي زمالك هل ده يعني لميدو يعني هل ده ميدو ده ميدو طبعا بعد ما خس هل ده مشكلة ميدو ولا كابتن حسن شحاته مش مقتنع به ومش عايزه يكمل في الفرقة وهل كابتن حسن شحاته لو مش مقتنع به هل ميدو مديله فرصة لانه وزنه زائد مش جاهز متعور على طول يعني مش عارف يعني انا حزين ولابد ان يكون هناك حل لأحمد حسان ميدو لم يبقى على نهاية الموسم الا اقل من 20 يوم وسيتم اقاف النشاط لان له وجود لكأس مصر وايضا دور التمانية او دور المجموعات ده لسه بدري عليه وعودة عودة لموسم جديد فبالتالي هل ميدو هيكمل بالمنظر ده في وجود حسن شحاته ولا ميدو هيرحل عن نادي الزمالك خصوصا ان هو يعني بغض النظر ليه مستحقات مليش مستحقات ولكن بيتقادة اعلى ميدو بيتقادة اعلى اجر للاعب كرة قدم هو وشيكبالة في مصر اعلى اجر للاعب كرة قدم في مصر اتنين اللي اتنين من زمالك شيكبالة واحمد حسن ميدو دول اعلى اجور لعبة الكرة في مصر بيقاليهم بقى بتتكلم في حسن عبد الرب بتتكلم في عمر زكي بتتكلم بقى في ابو تريكا بتتكلم في بركات بتتكلم في عماد متعب لكن الاعلى اجرا في مصر شيكبالة وياليه احمد حسن ميدو رعوف جسر موانس رعوف جسر